السلام عليكم إذا كنتوا أول مرة تزوروا القناة فمرحبا بكم في قناتكم عالم مايار كنتمنى تكونوا بصحة جيدة وف افضل احواله في هذا الفيديو غدي نشارك معكم انترومي او لطارد غلاسي بدون جيلاتين كنتوا بزاف اللي تلبتوا مني وصفة ديال انترومي تكون ما فيهاش للجيلاتين فجأتني هاد الكمون تكون فيها جيلاتين قليلة او لما تكونش فيها من الافضل فقلت علش لا انني منس شاركاش معكم فكيف ما كتلاحظو درت واحد دزين بسيط اللي بالقلاسة جميل ورفلو الاسود واحد اللي في زيبغي بل كاكا وكي يجي زوين بزاف دزين اللي بسيط وراقي والاهم انه اعجب الكليانة وكنتمنى انكم حتى انتم ما يجبكم هاد دزين وشكيل دير هاد الانترومي فالقلاسة ستسبقوا وشاركتوا معكم هنخلي لكم الرابط لتحت في صندوق الوصف اذا كنتوا اول مرة تزوروا القناة فمنسا وجديروا جيم تابونوا فلاشين اعجبكم المحتوى تبارتاجوا الفيديو مع الاهل والاحباب ديالكم وكذلك تفعلوا زر الجرس باجنائي من توصلوا بالجديد نخليكم مع تأتيمة الفيديو فورجة ممتعة نبدأ لبركتي لها فاول حاجة كنحضرها هي الجنواز هنا غدي نستخدم الجنواز بغيت فيها جوجي القطع لذلك سنحتاج ثلاثة ديال البيضات يكونوا بدار اشحارة الغرفة كنفصل البيض على الصفر نبدأ نخدم ابيض البيض كيف ما كتلاحظو هنا غير بالبطر منسبة الاخوات اللي كيقولوا لي واش ضروري من الربور هنتم ما غدي نخدم قدامكم بالبطر كيكون كافي كنبدأ نضيف 90 جرام سكر ثانيدة وانا كنضيفهم على دفوعات حتى كنكمل الكمية وكنستمر بالتطراب حتى كيتضعف الحجم ديالهم وكان حصل اللوحو القوام كيف ما غدي تلاحظو عندو واحد المنقر او لمنقر العصفور كيكون في حال ميوغانك فكيف مصو رخص ضروري بيض البيض طلعوه مزيان حتى يولي بنفس القهوة فهنا ممكن استعملو اي نوع الجنواز كيستقليكم منزلة معاكم اكتر من وصفة الوصفة اللي كترتاحو فيها وكتنجح لكم ممكن انكم تستعملوها منين كيطلع بيض البيض مزيان كيف ما كتلاحظو كنبدأ نضيف اصفر البيض على دفوعات وكنضيف القليل يعني اربعمائل قاد ديال نكهة الفانيلا ممكن تعويضها بكيس من سكر الفانيلا كي ممكن تعويضها بفانيلا السائلة كيبقى الحساب المتوفر عندكم كنستمرو هنا بتستراب حتى كنحصل على واحد القوام اللي تقيل ومرغوي مزيان والحجم مضروف ثلاثة كيف ما كتلاحظو سوف نحاول انا ينبسط معاكم ونشرح لكم باش ننجح معاكم الجنواز ان شاء الله من اول جريبة هنا غادي ناخد تسعين جرام متاع دقيق الخاصة بالحلويات مع 4 جرام البيكين باودر اولى الخميرة الخاصة بالحلويات كنضيفهم بالصفاية وكنبدأ نخلط من الاسفل الاعلى حتى كننتمج الكيمية الاولى وكنضيف الكيمية التانية وكنبقى مستمراء بنفس الطريقة مع التخلاط غير من الاسفل الاعلى انا هنا مزاربة الفيديو باش ما يجيكم مش طويل حتى كنكملكي 100 دقيق كاملة هذا اول قوام لي كتحصلوا عليه كيكون الخالة تقيل وشاة دراسهم مزيان كنكون مشاء للفران على 150 درجة وكناخد لاطة الفران لي ملبسة بورقة طهي كنحاول انني نقد فيها ما امكان العجين او لا خالة الجنواز كنقد ما امكان ضروري تحاولوا انكم تبسطوها وتكون بسبق واحد واخر مرحلة كنضربوه اللاطة مزيان مع سطح العمل كندخلها كتاخد 12 دقيقة بضبط 10 دقائق من الاسفل وجوج دقائق باش كتحمرنا من الوجه كيكون كافي فاطيبوها فرندو او لفره القازره ما كنش اشكال مهم العافية تكون مهيلة هنا بعد ما كتخرج كنخليها حتى كتبرد 11 دقائق وكندوز نقطعها هنا كي ما كتليكم انا محتاجة جوجي القطع قطعة الاولى غدي نخدم بها في هذا الفيديو كيفما كتلاحظوه القطعات التانية نغلل فابا بي المنطيق ونحتوض بها في تلاجة كناخد القطعات الجنواز كنوضعها في السيركل للقيازية ل 18 سنتيم وكنسخيها مزيان بوح ثلاثة المعالق كبار ديال الحليب كندوز نحضره الطبقة المقرمشة لاندي فياج معالق كبار متاع الشوكولاتة نوعية جيدة ندوبة وكنضيف لها معلقة كبيرة البخاليني ممكن تعويضها بالكاراميل او ممكن تستعملوا غي الشوكولاتة الخاصة بالدهن جوج المعالق مع جوج معالق كبار ديال فيوتين غدي تكون كافية لحسب المتوفر فهنا ايام بعد ما كنخلطها مزيان كندوز نسرحها فوق الطبقة الجنواز فكيفما لاحظوه نسقط هاد الاطارت بالحليب اغلبية ليطارت كنسقيهم بالحليب باش كنحاول نضبط نسبة الحلواء فانتو ممكن تعويض النسبة للحليب تقريبا ثلاثة المعالق كبار ديال الحليب تعويضهم بسيرو كيبقى لكم لاحسب الاختيار فاناي غدي ندوز نحضر لانساقط ادي اندراب ماداق البرتوقال كنحتاج كاز لعنباء دعاسر الليمون مع معلقة ونستعى سكر سانيدة وغدي نضيف جوج المعالق من مسوحين ديال النشا او لا ميزينا فهو من اللي غدي اعودونا الجيلاتين كنخلق المكونات مزيعة ما بعديتهم حتى كنت ندمج النشا كنت اكد ان الحبيبات ديالها ما تكونون ناش وان المكونات ندمجوا مزيعة ما بعديتهم وغادر تضهم على عفية متوسطة بالنسبة للاخوات اللي بغوا يعودوا عسر البرتوقال بعسر الحامض فماكيش لاشكال هنا العسر ما صفيتوش خليتوا بدوك الحبيبات باش يجيو بينين فلونت خوامي ويزيدوا يركزونا الماداق ديال الليمون فاناي كنبدا نحرك على عفية متوسطة مع التحرك المستمر تقريبا نجوش دقائق ونشاكت بدا تعطي المفعول ديالها كيفما غاد يتلاحظو كيعقد معنا الخالط فمباشرة غاد ينحيي الخالط منع للنار باش نزيد الركز الماداق ديال البرتوقال غاد ينضيف ربعمائل قصغيرة ديال منكهاد البرتوقال كيكون فيها في نفس الوقت غاد يزيد تعطينا اللون فاختيار هي لما بتجدفوها ممكن انكم تستغنوا عليها لكن كنزيدنا واحد نكهة زوينة وكذلك اللون كيجي زوين ديال لا نساخت فهنا كما كتلاحظو القاوم كيكون تقيل كنحاول اناني يخدم بسرعة وكنوزع الطبقة ديال نساخت فوق الجنواز والطبقة المقرماشة كنجيب واحد المعلقة وكنحاول اناني يصرح ديال الطبقة فانا ممكن انكم ضعفو الكمية اللي بغيتوها تجيء عالية انا هنا يادر تبقى خفيفة لحسب الطالب فانتو ما كيبقى لكم الاختيار مباشرة غاد ينغلف هات الطبقة بيالي منطق وغادي ندخلها المجمد واحد ساعتين هنا كنوريكم بانه ممكن انكم تستعملو البيكتين كذلك كيتب عند اصحاب الحلويات فهذا القياس اللي اعتدتكم غادي تستعملو استاقرام ديال البيكتين لابدو نشارك معكم الطريقة الخدمة به فحتى هو كي عودنا الجيلاتين في هات الطبقات اولى فلا نساعت بعد مرور ساعتين غادي نحضره لموس مدق الشوكولات كنحتاجها ميو جمانين قرام الحليب كنخليه يسخن وكناخد ميو وتسعين قرام الشوكولاتة نوعية جيدة فهنا استعملت نوعين بجوجهو واحد فيه نسبة 76 في المياد الكاكا واحد فيه 72 فاستعملت هاد النوع اللي كيكون في هاد الحبيبات فهذه المركة اللي خدمت بها فهذه المركة اللي خدمت بها دائما فاش كيكون فيها السولد كان اخد منها كيميا وكنخليها على جانب فيها نسبة 76 في المياد الكاكاو فكلما كانت فيها نسبة الكاكاو عالية كلما القاوم ديال لموس ديالكم غادي تجي عقده وشد راسه هنا مبعد مما يسخل حليب نضيف فيه ثلاثة ديال اصفر البيض مستعمل السكر سنيدة اكتفت فقط باصفر البيض كنحرق مزيان الخاليط وكن نضعها فيها متوسطة مع التحرك المستمر حتى كتعقد لي الكريمة الانجليزية فباش كنعرفوها انها وجدات كيف ما كتشوفوه كندوز الاصبوع ديالي في السباتول ما كيتلقى وجدوك جوش خطوطات قريب ان كتاخذ معانا واحد ثلاثة ديال الطقائق كيكون كافي مباشرة كنوضع فيها كيمية شكولات وكنحاول اناني نخلي هياخد الحرارة ديال الكريمة وغادي ندوز نطلع 200 غرام ديال الكريمة السائلة ممكن كذلك سوصلها حتى 250 غرام فما كنش الاشكال هنا كنطلعها من مونطي او لا نصف تطلعها فقط كيبقى القاوم ديالها خفيف كيف ما كتلاحظو وكنرجعوه لخاليط الشوكولات والكريمة كنحاول اناني نحرك باش يدو بدك الشوكولات الى القتو القطع باقي فرجعوه على عفية مهيه الى تقريب نوحد القسم حتى غادي دو بدك الشوكولات تماما وغادي تحصلو على كريمة اللي كيكون القاوم ديالها تقيل ماشي بحل عادة فحيت مسعمني فيها نسبة كبيرة ديال الكاكاو او ديال الشوكولات هي اللي غادي تشدنا هاد الاموس ما مسعمنيش الجيلاتين فالقاوم ديالها كيكون عاقد فاكن خليها خمسة دقيقة الى سطح العمل حتى كدفى شوية ما كتبقاش سخونة وكن بدى نضيفها على الكريمة السائلة كنضيف الكمية الاولى وكننحرك من الاسفل الاعلى مجرد ما غادي غادي نضيف الكيمية اللي بقات لي على جوج ديال الدفوعات ضروري ما تتأكدو ان خالط الكريمة والشوكولات كيكون يعني دافي ما تضيفو شو هو سخورة غادي هي بطليكم الكريمة وغادي ولي الخالط كامل سائل هنا من بعد ما كتنضمج مزيان كنحصلو لوحة الكريمة اللي كتكون شدة فراسة كيف ما كتلاحظو فهد العملية خدكم تكون بها بسرعة من بعد ما كتوجدو لاموس ديالكم كتبدو في عملية المونتاج كناخد السيركل اللي القطر ديالو 21 سنتيم كنغلفو مزيان مثل تحس بابي المونتاج وكنعودلو بابي اليمينيوم كنوضع ديك الجين واس كيف ما كتلاحظو مع دوك الطبقات اللي وجنا وكنصب لاموس وغادي نحاول نقوم باد العملية بسرعي كفي اناني نحرك شوية السيركل كتقدلينا لاموس وكتعمر دوك الجناب ومكين انكم انتو ما تدونا في بوس جو طابل او لبلاستيكا وتبدو بالجناب من الاسفل وانتو ما طالعين كتصبو الاموس كنحاول اناني نقضل وجه ما امكان كنغلف لانتخومي بابي المونتاج وكندخلها للمجمد ليلة كاملة هنا بعد مرور ليلة كاملة غادي نحاول اناني ندمو لها معاكم كي تحتاجو مجفيف شعر كنديرو على اقل درجة وكندغروا واحد جوج مرات علاج جناب ديالانتخومي وكتحيل لنا بكل سهولة كيف ما كتلاحظو فالعمالية جيد سهلة لما الدواشة البنوار لنا بارد لحال نحاول اناني نقضي الجنيبات باش مني نصب القلاسات هنا يكون القلاسات بخي كنغلف لانتخومي مزيان ضروري ما تغطيوها وعددخلها المجمد الغلاط اللي كيدروا الاخوات انهم يحطوا لانتخومي اها كايا في المجمد فاش كي يجيو كيهرب القلاسات على لانتخومي حيث كتكون عمرات النبتلش هنا كنوريكم كيفاش تأقدوم الحرارات القلاسات فاش كنحط هنا كيفما تلاحظوا القلاسات كيهرب عليها فاش نفس الشي اللي صبيتو على لانتخومي ديلكم غادي هرب لكم القلاسات فاش ديروا الاصبوع ديلكم اولا معلقة اولا سباتشول والقلاسات يبقى تابت عليها يعني يبارد تماما فهاكك غادي يبقى تابت لكم على لانتخومي وهديك هي درجة الحرارة اللي تقلاسيو فيها لطخة ديلكم فهنا مبعد ما برد تماما القلاسات اللي سبقت و تشاركته معاكم فهنا بدي تماما الوسط حيث جناب كانوا مقادين يعني القلاسات غاديها بطب سهولة إلا كانوا جناب ما مقادينش فحاولوا انكم دائما تبدو بهم عاد رجعوا الوسط باش كنديروا وعدة كليفة زي بغيك انا اخد كمية من الكاكاو من الأفضل انكم تستعملوا نوعية جيدة وكرش شوية بها الطريقة فانتم ممكن ترشو الوجه كامل ممكن انكم تزينو اولا تديروا الطريقة اللي بغيتو هنا بعد مما كاتبدا لانتخوميتش دراسها مع القلاسات كنجي نحيد ذوك الزوائد فبها الطريقة كيف ما كتلاحظو نجر انتخل الداخل كيتحيدو بكل سهولة باش كنجي ناطر دينا مفينيا حيث الفينيسيون هي كل شي فهنا بعد ما تتقطرت مزيان وذوك الزوائد كاملين ما بقوش فيها كتشوفوا القلاسات كيجي لامع وده كليفة ديال كاكاو حتى هو كيجي زوين بساف فدروري ما تستعملوا نوعية كاكاو جيدة باش هكما يشربوا كاكاوبين الى استعملتوا كاكاو حلو او اللي نوعية اللي كتكون لون ديالك حل بزاف والافضل استعمال نوعية اللي كتكون زوينة فانا كان نزين بقوشور الذهب نزين اللي بسيط وخفيف ممكن انكم تزينوا بلي ماكارو ممكن تزينوا بلي ميوغان كيف ممكن تكتافيه فقط بهات الشكل انا هنيا غدي نزيد واحد القليبة تنتاع الشوكولات اللي عمرت المول ديالهم وزينتهم ملمع دهابي وكان هذا هو شكل ديال اللوندخومي فكانت منهم بكل قلبي انها تكون ناد الاعجاب ديالكم بالنسبة الوزن ديال هاد اللوندخومي فكانت فيها كيلو مئتين وخمسين جرام بالطبط وبالنسبة لتعمال البيع فكيبقى على حسب المدينة اللي فيها واحسن طريقة هي انك تجمع المقادير اللي اختمتي بهم وكدر بيدك الثامن ديالهم في ثلاثة هكا لا تضلمش راسك وكذلك لا تضلمش لك اليوند تلاقوا فيديو جديد على قناتكم عالم مايار أستودعكم الله